كيف يمكنني استخدام هذا؟ سأبدأ بشيء يسمى التعليقات الهدامة أو المدمرة التعليقات الهدامة أخبروني كم منكم قد جرب العمل في مؤسسة تحاضر دائماً بالمبدأ التالي نريد إنشاء بيئة يستطيع الناس من خلالها الوصول إلى جميع أنحاء المؤسسة والمساعدة نريد بناء علاقات تآزر إيجابية مع زملائنا وروابط وثيقة أيضاً هل نحب هذه الجوانب؟ لا، يجب علينا إذن هدم الجوانب السيئة تقريباً كل الشركات تحاضر بهذا المبدأ نفسه ماذا حدث لكل هذه الأحاديث السعيدة للشركات إذا تعنى زملائنا في الخلف؟ هل هذا يجعل الأمور أفضل أم أسوأ؟ هذه عادة سيئة للغاية حقاً لكن أريد أن أبدو وكأنني أحاضر عليك وأعظك وأنا أيضاً أتلقى تعليقات وإذا نظرت إلى سيرة الذاتية سترى الكثير من الجوائز الخاصة التي فزت بها لم تأتي هذه الجوائز من فريقي ولم تأتي أي منها أيضاً من عائلتي كانت ابنتي كالي أربعة عشر عاماً نظرت إلى صحيفة وولستريت وقالت لي صحيفة وولستريت أفضل عشرة مستشارين في العالم وقالت أبي أرجوك أريد أن أعمل في مجالك كالي إن هذا يجعل والدك فخوراً لماذا تريد ابنتي ذلك؟ فقالت لأن معاييرهم منخفضة حسناً ولن أنسى أول مرة تلقيت فيها ملاحظات كانت عن نفسي من قبل فريقي عنصر واحد يسمى تجنب التعليقات الهدامة عن الأشخاص الآخرين ما النتيجة التي حققتها؟ ثمانية بالمئة فقط اثنان وتسعون بالمئة من الناس في العالم كله قد كانوا أفضل مني وأنا من أعدى الاختبار أعود إلى فريقي وقلت للموظفين أنا فخور بجميع التعليقات منكم وأشعر بشعور جيد انتجاه هذا وذاك وهناك شيء علي فعله وهو عدم إصدار التعليقات الهدامة عن الآخرين وأعلمهم جميعاً أن لا يفعل ذلك أيضاً ولكنني كنت من أسوأ المدافعين قلت إذا سمعتني أعلق مثل هذا التعليق عن شخص أو مجموعة اذكره أمامي فوراً وسأدفع لك عشرة دولارات أريد كسر هذه العادة الفضيعة ثم أعطيتهم حديثاً تحفيزياً لكي لا يشعروا بالحرج من أن يطلبوا المال حديثي الصغير التحفيزي لم يقم بأداء الغرض وقاموا بخداعي للإدلاء بتعليقات سيئة لجمع عشرة دولارات وكما أخبرت هذا الكلام لأحد عملائي قال إننا نحتاج هذا وهذا وذاك فقلت إنه يريد دائماً شيئاً ولا يريد أبداً الدفع عشرة دولارات اتصل شريكي وقلت المغفل كيف حصل على الدكتوراه عشرة دولارات خسرت ظهراً خمسين دولاراً وحبست نفسي في المكتب ورفضت التحدث إلى أي شخص لبقية اليوم اليوم الأول كلفني خمسين دولاراً اليوم الثاني كلفني ثلاثين دولاراً اليوم الثالث كلفني عشرة دولارات اشتركوا في القناة